السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن البشرة الجفعة وليه اسمها كده يلا نشوف الفيديو بس قبل ما نشوف الفيديو عايز من حضرتك اشتراك ولايك ده بعد ازن حضرتك يعني اولا لاني مية نسبة المية اللي في البشرة بتقل اولا احنا دخلين على شتا فاحنا لازم نشرب مية كتير علشان خاطر الجفاف ده ما يوصلش البشرتنا او لجسمنا كله يعني معدل شرب المية في اليوم لتر لتر ونص شربت اتنين لتر يبخيره بركة من عندك يا عم ده كله مصلحة الجسمك ومصلحة البشرتك طب ازاي نتعامل مع البشرة الجفة ده علامة استفهام جنبها خلوا بالكو ان الاهتمام بالبشرة الجفة على قد ما نقدر عن البشرة الدهنية عشان البشرة الجفة او البشرة عرضة للتجعيد او البشرة بتبقى فيها تجعيد هي البشرة الجفة البشرة الدهنية اللي انا اتكلمتوكو عليها في الرابط تحت في الوصف يبقى خش تفرج على الفيديو هيعجبك دي بتبقى نسبة التعرض للتجعيد قليل جدا اولا احنا نشرب مية كتير زي ما احنا قولنا في اول دي الحاجات الداخلية اللي هي المية لازمها نشرب مية كتير ونشرب حاجات مرتبة كتير زي عصائر زي زي اي حاجة مرتبة داخلي نقطر منها في الشتاء بالذات عشان نسبة المية بتقل بسبب الساعة وانحنا بنشربش مية الحاجة التانية بقى اللي هي هندخل حاجة خارجية اللي هي عبارة عن زيوت عبارة عن مصقاط عن زبدة شية عن حاجات كتير. واحنا هنتكلم فيها فين في الفيديو. طيب انواع المسكوت المرتبة اللي كويسة للبشرة الجفة. حاجات في البيت كلها ونقدر نعملها. بس نركز على الحاجات الزيتية. زي زبدة الشية. زبدة الشية. اساسي اساسي. وزيت جوست الهند. حاجة كويسة جدا. زيت جوست الهند حاجة نضيفة للبشرة. يعني اغلبتنا كده اه يعني الاغلبية عنده البشرة اه الجفة دي موجودة. فاحنا نحاول نشتغل عليها. نشتغل عليها بوضع علمي. الوضع العلمي ده عبارة عن ماسكوت. المسك الاول اللي احنا نستخدمه. وده يعني مش هنقول ماسك هنقول نزام مرتب للبشرة يوميا. احنا نعمله كل يوم. هنجيب معلاتين لابن بدرة زيت ميت ورد زيت خميرة بيرة. الخميرة اللي بنعمل بالعجين في البيت. وده هنقلبهم ونخليها مادة كريمة. وهنجيب قماشة في البيت. هنجيب يا عم خليها شراب. يعني خلينا هنكلم في الحاجات اللي في ادينا كلها. شراب. وهتبل منها الكريمة اللي احنا عملناها. من الخميرة بيرة. ومية الورد. ومن معلاتين البدرة. هنضربهم مع بعض وبعدين نحط الشراب. هكينه في الصبع كده. وهنبل وعلى وشينا كله. ونسيبه دقيقة اتنين تلاتة. سيبه على وشك وبعد كده اخسل وشك. ده يوميا. هنقول عليه مكشر. مكشر ببيتي. مش هنشتري حاجية خارجية. ده حاجة بيتي كده. ثانية حاجة بقى هقولكو على المسكات اللي هنعملها في خلال الاسبوع. كل يومين تلاتة ايام ماسك. ده اساسي مع البشرة الجفة. المسك الاول عبارة عن ايه? عبارة عن موز وزيت الزيتون وزبادي. طب ايه فايدة الموز? فايدة الموز بتقلل من نسبة التجاعد في البشرة. طب والزبادي الزبادي آآ بيحافظ على نسبة الميا اللي موجودة في الوش. طب والزيت الزيتون الزيت الزيتون مرتب. زيتون زيتون مرتب. وبكده يبقى احنا وصلنا نهاية حلقاتنا النهاردة زي ما انا قلتلكو في اول الفيديو عايز من حضرتك. لايك واشتراك. وفي فيديوهات عندي خش تفرج عليها هتعجبك جدا قوي قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.